في زمن كورونا غرفة الصناعة التقليدية لجهة الرباط صلى القناة الترى قامت بتسريع توزيع مستحقات الصناع التقليديين الذين يؤطرون الحرفيين المتدربين بالتدرج وهي المستحقات التي كانت في الأصل منتظرة في أواخر هذه السنة ضمن إطار اتفاقية بين وزارة الصناعة التقليدية ومكتب تكوين المهني وظرفة الصناعة التقليدية بالجهة رفتاج لجهة الدبلالي والمولود زيندي هي آخر التوقيعات لفائدة الصناع التقليديين الذين سيحتون بتسريع آداء مستحقتهم في إطار التدرج المهني والذي يؤطر من خلاله الحرفيون الصناعة بالتدرج في مختلف حرف الصناعة التقليدية العملية على مرحلتين المرحلة الأولية هي الفيرمو باربونك التي هي الحمد لله دست في ظروف مزيانة والعملية الثانية هي أننا نوصل لهم المستحقات ديرهم تل المحلات اشتغال ديرهم لها عبارة عن شيكات والحمد لله دست العملية في ظروف جيدة واحترمنا فيها الحجر الصحي احترمنا فيها الظروف التي تبدو منها بلادنا مجموع المستفيدين 520 صانعا بجهة الرباطس للقنيطرة منهم من توصل بتحويل بنكيف في ظل جائحة كورونا ومنهم من حدد له موعد التسليم البباشر بالقرب من سكناه احتراما للحجر الصحي جاءت هذه المبادرة من الغرفة لأننا نحن ندير التدرج المهني والحمد لله استفدنا اليوم بعدها لقاقرها باش نقطع بعض المصاريف مستحقة هؤلاء الصناع تعادل رواتب ستة اشهر لتكوين ازيد من 1200 حرف متدرج برسم سنة 2019-2020 وقد تم تسليم الاداء لمساعدة الصناع في ظل وباء كوفيد-19